بسم الله الرحمن الرحيم وصلاة والسلام وعلى شرح المستنين نواصل في شابتر 6 lecture 3 هنشوف فيه اللي هو useful plotting function غير عن اللي شوفنا قبل اللي هي plot و fplot هنستخدم semi log x و semi تعني نصف semi log y log log ونشوف كيف ممكن نحط الشبكة ال grid على الرسمات الموجودة عندي عشان نوضحها اكثر اولا هنا هنشوف ال x عندي تبدأ من صفر وتنتهي باثنين باي بخطوة 0.01 اذا فيها اكثر من عنصر ال y تساوي واحد على exponential of x مادم هستخدم هنا اي عملية فلازم يحط الدوت لانه ال x هنا فيها اكثر من قيمة بعدين نقول استخدم semi log نصف شايفين عندي محور هنا x وفيه عندي هنا محور y يقول لك لا انا وديك تستخدم لل log لكن بس على نصف مش مش عليه كله اذا استخدموا على مين سمي log على مين على ال x اذا هنا لاحظ هنا الفرق هنا على لما تيجي تطلع هنا حتشوف انه scale هنا ماهو زي هنا هنا الفرق ماين كل نقطة ونقطة ثابت اللي هو linnear هنا بينما هنا logarithmic الفرق ماهو ثابت علشان الرسمة توضحنا دائما اكثر احسن شي هو انه نحط هنا نحط هنا نحط نحط ال grid نحط الشبكة على هذه الرسمة اللي هو هنا حطينا ال grid on لاحظ استخدمنا semi log x دائما اذا هنا في عندي log scale وهنا في عندي linnear scale نستخدم semi log y لاحظ على ال x axis linnear عادي ما غيرنا عليه شي الفرق ثابت 0123 حتى 7 وبعدين على ال y axis هنا في عليه logarithmic لاحظ لاحظ الفرق بين النقطة والنقطة اللي بعدها ماهو ثابت هل ممكن نحط كل logarithmic نعم نستخدم log log اذا لاحظ كل logarithmic بهذا الاتجاه وعلى ال y axis كمان ممكن نستخدم كمان polar ال polar ايش هو بهذا الشكل يعني يكون عن شكل دائرة دائما نفس الرسمة هنا نرسمها لكن عندي x وعند y ارسم لي x مع y لكن x من صفر لاحظ هنا هذا الاتجاه مع الدائرة كأنه الانجل كأنه الزاوية التي تستخدمها هي هنا هنا x تمشي من صفر إلى شايف 330 هنا ثلاثمائة وستين وهي كيش 2π 2π وين موجودة هنا هي أقصى نقطة نوصلها أقصى زاوية نوصلها طب ايش هو y هو الريجس عندي هنا ونصف القطر يمشي من كام يمشي من الصفر هنا حتى الواحد عند سطح الدائرة برة يعني الصفر إلى 1 هنا الريجس equal مثلا 0.6 اللي هو هنا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة